عن عيسى بن محمد بن مغيس القرشي وكان قد بلغ تسعين سنة قال زرعت بالطيخا وقثاء وقرعا بالجوانية فلما قرب الخير بيتني الجراد فأتى على الزرع كله وكنت غرمت عليه وفي ثمن جملين مائة وعشرين دينارا فبينما أنا جالس طلع موسى بن جعفر فسلم علي ثم قال كيف حالك فقلت له أصبحت كالصريم قال وكم غرمت فيه قلت مائة وعشرين دينارا مع ثمن الجملين ثم قلت له يا مبارك ادخل وادع لي فيها فدخل ودعا وحدثني بحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال تمسكوا ببقايا المصائب ثم علقت الجملين وسقيته فجعل الله فيها البركة فقد زكت ببركة دعائه فبعت منها بمال كثير